اشتركوا في القناة 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 خمسة وتسعين في المية الى اقل من مية في المية يعني من صفر فاصل تسعة وتلاتين الى صفر فاصل ستة وستين في المية لما بنقارن مع الحد الأدنى للقبول بكلية الطب البشري في تنسيق الجامعات عام عشرين تلاتة وعشرين هلاقي انه سجل حوالي تلتمية أربعة وسبعين درجة ونص للقبول بكلية الطب العريش في العام الماضي النسبة مقاوية واحد وتسعين فاصل تلاتة بالمية ده طبعا نظرا لارتفاع مع جميع الشرائح لطلاب هذا العام ويمكن ده اللي احنا اتكلمنا فيه مع زملنا مسؤول ملف التعليم انه بالنسبة كبيرة كان متوقع انه تنسيق السنة دي يكون أعلى من السنة اللي فاتت لانه نسب النجاح الكلية لو السنة اللي فاتت كانت تقريباً ثمانية وسبعين في المية فهي السنة دي من تسعة وسبعين لتمانين في المية فبالتالي واضح الفرق ما بين السنة الفاتت للسنة دي ففي ارتفاع في بعض درجات او الحد الأدنى للقبول ببعض الكليات من المتوقع ايضاً ارتفاع الحد الأدنى للقبول بكلية الطب ليتروح القبول منها ما بين 22% ل 92.5% من تنسيق الجامعات 20-24 من كمان الأخبار المهمة ان يسجل الحد الأدنى للقبول بكلية طب الأسنان التنسيق العام الماضي 373 درجة بنسبة مقاوية 90.9% طيب ده وسط طبعا ارتفاع مع جميع الطلاب من المتوقع انه بيقف الحد الادنى للقبول بكلية طب الاسنين بتنسي الجماعية 20-24 عند 377 درجة مقاوية بنسبة 91.9% اما كليات العلاج الطبيعي فسجل الحد الادنى للقبول بكلية علاج طبيعي بنسوي 369.5% بنسبة مقاوية 90.1% بتنسي العام الماضي نظرا طبعا ارتفاع مع جميع الطلاب زي ما قلنا في هذا العام اللي بيتروح الحد الادنى بالقبول بكلية العلاج الطبيعي ما بين 373-374 درجة مقاوية بنسبة 90% وحتى نسبة 91.2% كمان سجل الحد الادنى للقبول بكلية الصيدلة بالنسبة لتنسي العام الماضي كان 367 درجة يعني بنسبة 89% ونص وبالتاني من المتوقع انه ما يقلش الحد الادنى للقبول بكلية الصيدلة هذا العام عن 372 يعني 90% فاصل 73 مكتب تنسي القبول بالجماعي تأكد انه على طلاب الثانوية العامة تسجيل الرغبات بموقع تنسيق الالكتروني وانه يتم ترتيب الرغبات اما بقطعات التخصص المسموح بي شعبة الطالب او بالجامعات وفقا لرغبة الطالب في الانتحاق بالكلية او بالمعهد اللي بيريد الانتحاق به وكذلك طبقا لقوائم التوزيع الجغرافي المتدرج والتي يتم اتباعها لتقليل ظاهرة اختراب الطلاب طبعا زي ما قلنا وده بطول اكدناه في مرحلة التنسيق مع زمينا محمد صبحي مسؤول ملف التعليم العالي انه مهم جدا ان الطالب يرتب الرغبات بتاعته بالشكل محكم جدا ويبقى عارف انه لو هما اكتر من سبعين رغبة يبقى انت متوقع انه ممكن يجيلك الرغبة رقم كعمسة وسبعين فمهمة اوي انك ترتبهم ما تعتمدش على انك تختار اول عشر رغبات هما الكليات اللي بين الناس بالك تقدر انك اه تسجل فيها وتدخلها لا يعني حاول انك تكون متوقع يعني ممكن الرغبة رقم خمسة وسبعين تجيلك في التنسيق فخليك حريص على ترتيب رغباتك دي نقطة نقطة التانية اللي برضو اكد عليها انه لو هترتب الكليات خلينا اقول مسلا في طلبة هيرتبوا هيبتدوا بكلية طب او هيبتدوا شعبة ادبي مسلا بكلية سياسة وقتصاد كلية اعلام ايه ان كان هول اي كلية يكون لها محافظات تكتب كل المحافظات التبعة كلية دي التبعة لها علشان لو لقدر الله ما جاتش محافظة القاهرة لو جاتلك محافظة تانية تقدر بالتالي انك تعمل تقليل اختراب عشان كده ترتيب الرغبات مهم جدا رتب كل كلية بعدها تأكد من كل المحافظات التبعة لها هذه الكلية وبعد كده اتنقل ليه الكلية اللي بعدها لحد الرغبة رقم فمسة وسبعين ما تهتمش بس بأول كم رغبة وبعد كده تسيب الموضوع يعني تلخبط او تحط اي حاجة لانه ممكن يجيلك بشكل مفاجئ كلية بأي ترتيب انت حطي كمان مكتب التنسيق اوضح انه يجب على طالب اختيار للكليات في النطاق الجغرافي الاول يعني زي ما قلنا لو حادرتك موجود في محافظة القاهرة يبقى جامعة القاهرة كلية كذا جامعة القاهرة تكون هي طبعا الرغبة رقم واحد مش بشكل عشوائي طبعا قبل الاختيار في نطاق الجغرافي التالي ليه زي ما قلنا اقرب محافظة ليك بعد القاهرة هتكون ايه وهكذا يمكن للطالب الانتقال بين تخصص واخر بشرط استفاء الشروط الموضحة اللي طبعا قال عنها مكتب التنسيق زي ما قلنا هينطلق اعمال تنسيق مرحلة الاولى للقبول بين الجماعات بفتح الموقع التنسيق الالتروني لتزليل الرغبات للمرحلة الاولى لهؤلاء الطلاب اعتبرر من يوم الاثنين يوم اتناشر تمانية عشرين اربعة وعشرين وحتى يوم الجمعة ستاشر تمانية عشرين اربعة وعشرين كمان من الاخبار المهمة انه قرر مكتب التنسيق انه هيكون لحد الادنى للمرحلة الاولى لشعبة علمي علوم زي ما قلنا 371 درجة في اكتر يعني بنسبة 90 في المية فاصل تمانية واربعين بأكد على حضراتكم لانه في بداية التقطية يمكن كان فيه بعض الاخطاء فيه الارقام فهنا بأكد على حضراتكم الارقام النهائية والاخيرة انه المرحلة الاولى لشعبة علمي علوم 371 درجة يعني بنسبة 90 في المية فاصل تمانية واربعين الحد الادنى للشعبة الهندسية يعني هالمرياضة 357 يعني بنسبة 87.07 كمان الشعبة الادبية 280 درجة فاكثر يعني بنسبة 68 في المية فاصل 29 يعني دي كل الدرجات الخاصة بالمرحلة الاولى لكل الشعب جامعة القاهرة كمان اعلنت استكمال الاستعدادات الخاصة بالمعامل بكليات الهندسة والزراعة والدراسات العليا للبهوث الاحصائية استقبال طلاب الثانوية العامة لتسجيل رغباتهم الالترونيا من تقديم طبعا التسهيلات النازمة والخدمات المطلوبة طوال فترة التنسيق وضح الدكتور محمد سامي عبدالصادق رئيس الجامعة القاهرة انه تم الاستعداد بشكل مبكر وتم تجيز المعامل الاستقبال اكبر عدد من طلاب الثانوية العامة واولياء امورهم مؤكدا انه تم وضع خطة هذا العام لتنظيم عملية التسجيل داخل المعامل وخارجها لضمان سلام الجميع المترددين والموظفين وتوفير طبعا اماكن مناسبة بانتظار الطلاب اولياء الامور لعدم التزاحم والتكدس بيئي المعامل مع التوجيه بتقديم التسهيلات اللازمة وطبعا الخدمات المطلوبة دكتور احمد رجب نائب رئيس جامعة القاهرة اجب كمان ان معامل الكليات معدة ومجهزة على اجمل وجه وبتضم احدث اجهزة الحاسب الالي مزودة طبعا بالانترنت وطابعات لاتباعة بطاقات الترشيح للطلاب وموجودة طبعا بمعامل التنسيق كل الموظفين المختصين لتقديم المعلومات الكافية لطلاب اولياء الامور الى جانب طبعا الفنيين المتدربين لحل اي مشكلة ممكن تواجه اي طالب سواء في استخدام الاجهزة اجهزة الحاسب الالي او طبعا الانترنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اعلنت عن فتح موقع التنسيق لتسجيل الرغبات المرحلة الاولى وده اللي بنأكد عليه في نهاية التقضية انه هيكون اعتبارا من يوم 12 اغسطس لحد يوم الجمعة يوم 16 اغسطس طبعا وفقا لحد الادنى اللي احنا تكلمنا عليه النهاردة وبالنسبة لتنسيق المرحلة التانية لسه مفيش عنه حتى الان معلومة اكيدة لكن اول ما يزهر اي حالة بخصوص هذا الامر اكيد هلقول حضراتكم عليها واخيرا طبعا اي استفسارات عند حضراتكم ابعتونا في التعليقات على البث المباشر او تقدروا انه تدخله على منصة اليوم السابع من خلال الموقع الامتروني هتلاقوا كل الاخبار الخاصة بالتنسيق واكيد هنتبه مع حضراتكم على حالة التنسيق لحظة بلحظة ان شاء الله فاشكر حضراتكم اخيرا على المتابعة ودومتم دائما في امان الله